أما بعد ما انتهينا من قولتنا في ولاية نزوة من خلال حارة العقر ارتأينا خوض تقربة الإقامة في البيوت المستمدة من تصاميم البيوت الطينية والتي تزخر برايحة الماضي التليد قاصدين في ذلك نزل البستان والذي يتيح لزواره نحو معايشة تقربة مختلفة من التي اعتادوا عليها لذلك قررنا ان نقضي ليلتنا الاولى في الولاية من خلال هذا النزل وهو نزل البستان بعد ما التقينا بمالكه والقايم عليه وهو سليمان السليماني حيث استقبلنا ورحب بنا ايما ترحيب شاكرا لنا اختيارنا لنزله بعد ما رأينا انه قام بإلحاقه بكثير من المشغولات والادوات التي كانت تستخدم في الماضي ونحن نشير للابناء والانساب حول كيفية استخدامها في ذلك الزمان ومن خلال قلوسي معه في المجلس الشعبي المفتوح ابلغني بانه بنفسه من قام بالاشراف عليه وهو بناء حديث لكنه اراد له ان يحمل عبق بصمات الماضي من خلال نمط البناء والذي لم يخرج عن بناء النمط القديم مما يدل على كلاسيك الفكر والذوق الرفيع لمالكه كما انه لم يكتفي بتخطيطه والاشراف عليه وانما اضط عليه تصميم قديم من خلال الغرف التي والحق بها بعض التصاميم التراثية في الداخل والممرات المؤدية الى الغرف اما الحديقة الملحقة بالنزل فهي حديقة جميلة ورائعة تحمل القسمات الماضية من خلال التقسيمات التي اجراها في محيطها مما اضفت ديناميكية وحركة على ساكنه من النزلاء ويمكن القول ان مالكه عاشق لكل ما هو تراثي وقديم حيث يمكن استدلال ذلك من خلال اللمسات الفنية التي اضافها بالنزل بعد ما استعمل في ذلك ابواب قديمة وهي المودية الى الغرف للبيوت الثلاثة وفي اعتقادي مصنوعة من خشب المهونج الفاخر حتى بدأت الابواب وكأنها تحفة فنية قل ما نراها في البيوت الحديثة هذا النزل بعد ما حدثني مالكه اراد له ان يحمل نسمات الماضي الجميل بعد ما رصف ارضيته ومداخله بحجارة مشكلة صورة طبيعية رائعة ولاضطاة جمالية للنزل وللحديقة فقد تفنن مالكه حول التلاعب بالاضاءة عند الليل مما اضفى رونقا جماليا على القدران المحيطة بالنزل ونحن نصعدها كي نلتقط بعض الصور التي رأيناها تستحق التوثير كما قام بتزويد النزل بحوض مائي للسباحة والذي يعرف محلي القل بعد ما حاطت به الاشيار النخيل منها الخنيزي والخلاص فيما تدل في اروقة النزل الفخاريات كالجحال والقناديل المعلقة وقد تقانست مع الفخاريات والدعون التي في المغلس الشعبي ومن المفارقات اليميلة ان كل من يزور هذا النزل يجد متعة القلوس في الجناح التراثي بارضيته البسيطة بعيدا عن كراسي الصوفة والتي اعتاد عليها في كثير من الاماكن بعد ما افترشت الارضية بحصر وزوال لإضفاء لمسة تراثية للمكان فيما وضع في هذا المغلس كل ما هو قديم من أطقم أثاث ومقتنيات جميلة ونادرة باتت تزين قدارياته تمثلت في تحف قديمة كخناقر قديمة وقفير والمخرافة والشد والمنجرة والملهبة وسجاد سعفي وأبواب خشبية قديمة ومناديس وكذلك قدور إلى جانب قرار فخارية وواني وصواني حاسية وأقواب وأباريق شرب الشاي والقهة والماء بعد ما أهديت بعضها للنزل عندما تبرع بها أصحابها كل ذلك يشير إلى تعلق مالكه لكل ما هو قديم وقد أخبرني أن كل قطعة قديمة في هذا النزل هي جزء منه وهذا المجد الشعبي لأولحب له حيث يستقبل في ضيوفه بعد ما رأينا في هذا النزل هو عنوان للراحة وملاذ للباحثين عن عشق الماضي والذي ننصحكم بزيارته وتقربة الإقامة فيه ليلة رومانسية حالمة لكنها بعبق الماضي كل ذلك أهملناه وتخلصنا منه تاركين المقتنيات اليميلة التي كانت في يوم ما تزين مساكن أجدادنا كالأسلحة والدلال والقدور والسعفيات وغيرها وكأنها من أحقاب أم قد اندثرت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر